زاحموهم بل كسحوهم فظلوا عاطلين عمال أجانب اشتد عودهم وارتفع سوقهم وكثر عددهم داخل العراق ينشطرون إلى جزء رسمي في إقامتهم وجزء آخر غير الأول ليركنوا أبناء الوطن إلى جانب لا عمل فيه ولا رغبة من أصحاب المحال والشركات بتشغيلهم فهو يبحث عن منفعة له بالمال والجهد والعمل وهو أمر يتحمل وجهان سلبي وإيجابي نحن قدمنا عدة شكاوي لوزارة الداخلية وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإقامة حتى نسوي الحد من ظاهرة دخول العمال الأجنبية الغير نظامية والغير شرعية ولكن صارت معالجات بسيطة جدا ولكن الدخول يزداد أكثر يعني يسفروا مثلا فتخ خمسين يجونا ثلاثمية فهذا يعني خلال كبير المفروض التعالجة وزارة الداخلية وكذلك وزارة العمل بنجلاديشيون وباكستانيون وهنود ومن جنسيات أخرى أصبحوا سائدين في البلاد وزارة الداخلية توضح أن إجراءاتها مستمرة بالقبض على المخالفين لقوانين الإقامة إلا أن الموضوع لا زال قائما والسبب الدخول بسمة مخالفة أو الهروب من كردستان أو يقوم صاحب المحلي بإخفائهم هربا من دفع الضرائب هناك توجيهات من قبل الحكومة المركزية بضرورة تدعيم سوق العمل ومن خلال هذا الاهتمام وزارة الداخلية انطلقت بحملات كبيرة جدا لضبط المخالفين من خلال الجولات المستمرة في كافة مناطق البلاد وضبط العمال الأجنبية المخالفين وتسفيرهم إلى دولهم عدم دعم العمال وشمولهم بضمانات وتفضيل الأجنبي على العراقي هو سبب تشتت العاملين وذهابهم إلى أعمال أخرى تكون أحيانا غير قانونية على نسبة العاطلين يؤثر العمال الأجانب خصوصا غير الشرعيين منهم أمر يتطلب اتخاذ إجراءات جدية ووراء حل للشباب وانتشالهم من بطالة تذكر عمر غسان قناة الرشيد بغداد